بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسي للعسيز الرحيم لتعذر قوما ما أعذر آباءهم فهم رفلون لقد أقتلوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناطهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مؤمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء ابن عليهم أعذرتهم أم لم تتنذرهم لا يؤمنون إنما تنظر من التضعذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغافرة وأجل كريم إنا نحن نحن نهي الموتى ونكتب من قدموا وآتاهم وكل شفيع نحطيناه في إمام مبين وأغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكربوهما فعزلنا بثالتها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تتغبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فطيونا بكم لإلا متناته لنرجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتكم بل لأنتم خرم المسرفون وجاء من أرسل مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرتدون وما لي لا أعبد النبي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه أهل يتبعي يريد من الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لخير ولا لهم مبين إني آمات بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يحلمون بما بخال ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جواد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألن يروا كم أهلتنا طضلكم من القرور أنهم إليهم لا يوجعون وإن كل لما جميع لدينا محظرون وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلط الأزواد كلها مما تضمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يحلقون وآية لهم الليل نسلق من مدن النهار فإذا هم مظلمون والشمس تغري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجور القديم للشمس ينبغي لها أن تضيك القمر ولا الليل سافق النهار وكل ما في فلك يصبحون وآية لهم أننا عملنا درويتهم في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نذركهم فلا صريح لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة من الله ومثاع الناحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا تانوا عنها محردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزق قبواه قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الولادة المبين ويقولون متى هذا الوعد إن وكنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تخفهم وهو يخسمون فلا يستطيعون توسيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده رحمن وصدق الوسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محزرون فاليوم لا تغرب نفسه شيئا ولا تجزغن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظل منكم جدنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اجلوا عن يوم بما كنتم تخفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمخنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يوصرون ولو نشاء لطمخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بذيا ولا يرجعون ومن معمره بنكسه في الخلق أفلا يوقنون وما علمناه الشعر وما يبن مغيله إنه إلا ذكره قرآن مبين لينذر من الله كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعى من رفق لها مالكون وظللنا لهم فمنها وقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلمهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يحللون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه بدون متفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلاه ونسي خلقه قال من يحييه عظام وهي رضي قل يحييه الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادره على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أعره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي في به ملكوت كل شيء وإليه توجعون